تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة هذا وقد تقدم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدوري وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهنئة إلى رئيس السيسي وقادة وضباطي وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى الثورة وأكد أنها سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب والقوات المسلحة كما أكد أيضا مفتي الجمهورية أن ثورة يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات الشعب وأماله في الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة